هو كينيخ والثلاثي الأول لسنة 2023 عملنا 1.9% بعد الثلاثي ثاني ما كانش طيب عملنا 0.6% هذا يخلي في المتوسط تقريب 1.3% وهو المستوى تقريب المتوسط متع التقديرات لسنة 2023 اللي تتراوح من بين 1.3 و 1.6% بعد المفاجأة السارة هي السياحة سنة عملت قفزة كبيرة برشا أكثر من 6 ملايين سنة أكثر من 6 ملايين سنة والمدخيل من السياحة اللي ممكن مش تجاوز حتى 7 مليارات من الدينارات من هنا لآخر السنة واللي هو يعتبر رقم مهم جدا رقم طيب لأنه حتى التوال النزل ما زالت يعني مليانة بالتوريست خلينا نقول وهذا مؤشر جيد يعني أعاون في أنه نمو ما زلنا نستنعه في الرقم نحن نتعلم مع الواطن الأحصاء ما تقديرات نكون 2.6-2.5 ممكن أكثر كان نفهمها مفاجأة ويرد هالرقم هذي يا طوى لثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثالث سنة 2022 دونك تتوقع أنه يفوت زوزو نص نجم يفوت الثلاثي 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 من توقعات ما بين 1.8 إلى 2.4 فهما توقعات مختلفة في كل الأحوال بشيكون أحسن من التوقعات اللي كنا في أول السنة ننتظر فيهم بالنسبة لتونس وذية يعتبر خبر جيد بالإضافة إلى أشياء أخرى جيدة هو التحكم في الميزانية والمداخرات من عمله الصعبة اللي في حدود 117 يوم